محسن اي انا حركب معاك بس على شرط ايو مفيش كلام في الشغل تاني يا اوامروا بس يا اخي اقسم بالله اقسم يا سيدي من غير ما تقسم ده واحد اركب اركب واحد اقف هنا يا محسن ايه اللي حصل اقف بس ايه الحكاية تعال ندخل فيلم ده فيلم ايه انا جعان احنا ما كناش فيه النهار ايوه ما انا عارف السلمة دي اصلي هي فيلم عن الحرب ندخل الفيلم ننسى الشغل شوية وبعدين نتعشها يلا ما تفكرش وكانت مصدفة غريبة ان الفيلم اللي كان معروض كان بيحكي قصة سرقة الوسائق الخاصة بطبور الخامس الالماني من قصر احد النبلاء في فرنسا المخابرات الانجليزية عهدت بالمهمة دي لواحد من ضباطها وفي خلال اسابيع كان كل شيء جاهز ما عدا عقبة واحدة وقفت في طريق الضابط المسؤول عن العملية ايه هي؟ ما كانش قدام ضابط العملية لان اللس حيكون عنده احساس بالحذر اكتر من الضابط احساس اكتسبوا من طول خبرته في السرقة وده يخليه قدي مهمته على الوجه الاكمل من غير الالمان ما يحسوا ولقوا اللس ده؟ ايه وقبل المهمة ونجحت وصقطت كل شبكة الطبور الخامس الالماني في اوروبا طب وده كان تأثيره ايه على حسن سقر ومحسن ممتاز انهم اخدوا قرار بالبحث عن افاق افاق ليه افاق؟ لان الافاق هو اللي قدر يقنعك بشيء مش حقيقي على انه حقيقي ويتظاهر باي شيء مش من طبيعته على انه طبيعته حدد اكتر تفاكرا انا قلتلك ايه النهاردة؟ قلتلي انك عاوج ولد ولد وبعدين نسي كد وقلت انك مش عارف من غير طريقها يا حسن الله مش انت اللي قلت كده يا محسن لسبب ايه هو؟ انه حاسس ان البناء ادم ده موجود فعلا 100% موجود مش ممكن 20 مليون بناء ادم وهمة اعداد الشعب المصري ما يكونش فيهم واحد ينفع مش ممكن انا من بكرة ابدأ البحث موسيقى 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 موسيقى